أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الأمر بالدخول في السلم كافة وأحوال الناس بيّن أيضاً أن من أسباب أن من أسباب انحراف الكافرين تزيين الحياة الدنيا زيّن للذين كفروا الحياة الدنيا جزء من الناس ينحرف بسبب شبهة وزيّن جزء منهم ينحرف بسبب شهوة فمن ضبن انحراف هؤلاء بعضهم بعض الذين كفروا زيّن الذين كفروا الحياة الدنيا ومع هذا التزيين يحسبون أن الميزان الحياة الدنيا ولذلك ضرب الله عز وجل أمثل من أوضحها ما جاء في قصة سورة الكاف والكاف من أن الدنيا سبب في انحراف كثير بل ليس فقط بل علماء ينحرفون قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض أحب الدنيا لاحظوا أخلد حتى التصاق الحروف أخلد إلى الأرض واتبع هواه وذلك ضرب الله عز وجل له مثل مع أنه من العلماء بالعام ابن بعوراء من علماء ابن إسرائيل انحرف بسبب زينة الحياة الدنيا فضرب الله عز وجل له المثل بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وهذا هو من أخس الحيوانات في مسألة واحدة وهي أنه إن جاء لهث وإن شبع لهث وهذا الذي آتاه الله وأشبعه الله بالآيات لكنه أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها فأولئك ورفعناه مقابل الآن سنأتي إلى مسألة الفوقية والدنيا في الآية إذن قال الله سبحانه وتعالى زيني للذين كفروا الحياة الدنيا ولذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُطِعْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ قال الله سبحانه وتعالى في آية النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي يريدون وجهه وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فإذن هؤلاء الذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ومع هذا التزيين وحسبانهم أن الحياة تبدأ هنا وتنتهي هنا يسخرون يعني مع هذا الانحراف التصور سخروا من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم عجيب كأنوا مسؤولين مع نمو من حديث وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون من الظال إذن الحياة الدنيا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغناء فالحياة الدنيا قد تطغي فهؤلاء زينت لهم هذه الحياة والدنيا بعمومها تزين للمؤمن والكافر لكن المؤمن لا يستغرق في كل زينتها ولا ينخدع بهذه الزينة ويعلم أنها للإبتلاء والكافر ينساق وراء هذه الزينة إن نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم فهناك ابتلاء لكن نجح أهل الإيمان وانحرف أهل الكفر فحسبوا وانتقلوا من كفرهم إلى السخرية كذلك بمن آمن وحسبوا أن الذين آمنوا دونهم ويسخرون من الذين آمنوا ولذلك قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وليست الحياة وليس المقام فقط في هذه الحياة ولذلك قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ما مناسبة الفوقية لأن العادة أن الذي يسخر يرى أن المسخور به دونه ولا لا في أحد يسخر بمن هو أعلى منه نادر نادر لكن السخرية عادة تقع من الأعلى إلى الأقل في الغالب ولذلك هنا جاء الرد والعقاب مناسب والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال الناس كان الناس كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة واخترف في الناس هل المراد بالناس يوم كانوا أمة واحدة على شريعة واحدة هل هم آدم وحواء قيل هل هم ذرية آدم وحواء وخاصة أن بين آدم كما يقول المؤرخون بين آدم ونوح ألف ومائتين سنة وآدم كما تذكر كتب التاريخ عاش تسعمائة وستين عام فكان هو وابنائه على التوحيد ما حصل انحراث ولما حصل انحراث أرسل نوح عليه السلام وقيل أن كان الناس أمة واحدة الذين في السفيرة لنوح على كل حال قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فحصل الاختلاف ولما حصل الاختلاف معنى ذلك أن منهم من كان على المنهج الصحيح ومنهم من انحرف فبعث الله النبيين والأنبياء كثير قيل أنهم أكثر من مئة واربع وعشرين ألف نبي وأما الرسل فهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسول والذين جاءوا في القرآن ما يقارب العشين أو ثمانتعشر رسول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ولاحظوا أيضا هنا نلاحظ أن التبشير سابق للإنذار وأظن في أكثر من أربعين آية أو أكثر قليلا يمكن تنثين واربعين آية كلها يأتي التبشير في الرسالات قبل التنذير أظن إلا في موضعين في صورة هود وفي صورة العراف لأن موضع الإنكار في مسألة العقيدة فقدمت وإلا المعتاد أن البشارة تأتي قبل النذارة ولذلك ينبغي أن نسلك هذا مسلك في دعوتنا أن تكون الدعوة يغلب عليها التبشير ثم يليها التنذير ونجمع بين الأمرين مبشرين ومنذرين ثم قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعني هنا أيضا جاءت قلة في قصة تبوك وهذا لما جاءت بعض المحن والفتن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلقى الغزوة حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله والمراد هنا ليس استبعات وإنما استبطاء يعني يتمنون كأنهم يقول يا رب نصرك القريب يا رب نصر فرجك مررت بهذه الآية مرورة سريعة حتى ندرك ونتحدث في بعض التفصيلات في آيات الأحكام نأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة بالأمر بالدخول في السلم كافة والحضر من اتباع خطوات الشيطان وجاءت التفريعات جاءت التفريعات لأجل أن ننضبط ما يجي واحد يقول لنا هذه فروع وقشور وهذه أصول لا ينبغي أن ندخل في السلم كافة حتى أن أحد اليهود أنكر على سلمان قال للرسولكم أخبركم بكل شيء يعني كأنه يقول يعني أنتم قال نعم أخبرنا وأنبأنا بكل شيء وعلمنا كل شيء حتى الخراءة يعني حتى كيف نفعل في أداب قضاء الحاجة يعني تدخل كان يقول نعم ونحن راضي ونفرح ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل في كل أحواله صغيرية وكبيرية عن ماذا أمر الله به وماذا أمر الرسول وأين الدليل في هذه المسألة في صغير الأمر وكبيره طيب نأتي بعد ذلك إلى أول سؤال يسألونك ماذا ينفقون والسؤال في القرآن جاء في عموم القرآن في خمسة عشر موذعاً والعجيب أن صورة البقرة لها نصف أو سبع مواضع جاءت في صورة البقرة يسألونك وصيغة يسألونك بالمضارع تدل على التجدد والاستمرار وأن السؤال وقع منهم أما ما جاء في النهي عن السؤال فالمراد بالنهي عن السؤال سؤال التعنت والعجيب أكثر يسألونك جاءت في مسائل التفريعات وقد جاءت أيضاً في بعض السور يسألونك عن الساعة ويسألونك عن الروح لكن الأكثر هي السؤال في الأمور في أمور التفريعات والتشريعات يسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون والجواب السؤال عن ماذا والجواب عن ماذا والجواب السؤال عن نوع المنفق والجواب عن المصرف وإن كان بعض أهل العلمي قال لا أنه جاء ضمن الآية لكن باختصار أين جاء في ضمن الآية من خير جاء في ضمن الآية لكنه مطوي ولم يفصل فيه وإنما التفصيل جاء في الأهم أهله وهذا يدلكم على ترى أهم من أنك يعني أكثر سؤال الناس مع الأسف الآن يسألون عن المال وزكاته قل من يسأل عن أنواعه وفي من يصرفه ولذلك قد تصرف الأموال وتوضع في غير موضعها وهذا السؤال يعني إما أن نقول جاء الجواب بالأهم أو نقول جاء الجواب لكن فيه زيادة وهذا ينبغي أن إذا جاء المعلم أن يعلم فسأله السائل وراء سؤاله يدل على ضعف فيه في جانب ويحتاج إلى جانب أهم بيّن له كما سئل النبي عن البحر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر في ركوبهم للبحر فأجابهم بالوضوء وبحل ميتته مدام يجهلون هذا فإن باب أولا سيجهلون إننا نرك البحر أفنتوضع منه فإذا هنا ننتبه إلى السؤال هنا ولعلها الأقرب أنه جاء التفصيل في الشيء الأهم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير والخير في القرآن يراد به المال وإنه لحب الخير انترك خيرا الوصية انترك خيرا الوصية ولذلك لما علي رضي الله عنه سأل وسائل أراد أن يوصي فقال كم خلفت قال ألفين درهم أو ألفين دينار قال ما تركت خيرا لا توصي يعني هذا مو بخير قليل يعني يعني ليس مالا كثيرا انترك خيرا ولذلك هنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير ثم جاء الترتيب والترتيب مقصود فالأول منهم طبعا هل آية هذه منسوخة أو محكمة قيل أنها منسوخة بماذا بإنما الصدقات لأن الوالد بالنسبة للزكاة إذا كانت زكاة ففرعك وأصلك ما يجب تعطيه من الزكاة فرعك وأصلك ما تعطيه من الزكاة والبقية ممكن فهنا جاء الوالدين والأقربين ويمكن بعض الأقربين ممن تلزمك نفقتهم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير بدأ الترتيب فللوالدين والأقربين ثم اليتامة سبقوا المساكين لأن هذا جمع بين انفراد وضعف وذاك مسكين لكن ما عندهم انفراد والمساكين والمساكين طبعا من باب أولى يدخل الفقير ولا لا لأن الفقير ترى أشد فإذا دخل المسكين وهو أقل لماذا أن المسكين أقل طبعا إذا اجتمعوا إذا اجتمع الفقير والمسكين يصبح الفقير أقل حاجة وإذا افترقوا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إذن لو جاء عندنا الفقير أقل حالا لأن المسكين يستطيع دبر نفسه لكن عنده ضعف أما السفينة فكانت لمساكين عندهم سفينة عندهم آلة يتجرون بها ومع ذلك سماهم مساكين وتجوز لهم أيضا الزكاة وعليهم النفقة لكن هنا لما ذكر على الأعلى وقد يطلق أيضا الفقير واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه كأن السبيل الطريق فكأنه أصبح ابن الطريق لأنه انقطع به الطريق وابن السبيل ثم قال وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ طيب يعني مفترض أن يقول أي شيء لا وما تنفقوا من خير ولا لا لأنه قال لأنه قال يسألونك ماذا ينفقون وما تنفقوا من خير لكن قال وما تفعلوا من خير ليدخل كل فعل فيصبح المال وغير المال وهذا من فضل الله عز وجل قال الله عز وجل لأن ما كل الناس عنده فلوس ينفق مال ينفق قد تنفق ب الصدقات كثير ولا لا الصدقات بس بالمال الحديث في الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور يصلونك ما نصلي وصمونك ما نصوم تصدقوني ولا نتصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هؤلوا الفقراء الفقراء جايش تكون الأغنياء يا رسول الله عندهم طيب دلنا فقال فدلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فرأى الأغنياء ما صنع الفقراء فبدأوا يسبحون ويحللون ويكبرون فجاء للمرة ثانية الفقراء يا رسول الله رأى إخواننا ما صنعهم فصنعوا فقال ذلك فضو الله يؤتي من يشاء فإذن ذكر الله عز وجل قد يقوم مقام بقد ينافس فيه للي ما عنده وحتى اللي عنده أيضا من هؤلاء الأغنياء الذين لم تلهم تلك التجارة والبيع عن ذكر الله عز وجل والتبسم صدقة حتى التصرفات صدقة بماطة العظة صدقة يعني ليس فقط المال إذن وما تفعلوا من خير من رحمة الله عز وجل وما تفعلوا حتى الفقراء يستطيعون أن ينافسوا ويسابقوا الأغنياء وما تفعلوا من خير ما قال وما تنفقوا من خير قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هنا إذن عندنا جاءت المسألة فالنفقة وسبحان الله هناك ارتباط بين النفقة وبين إيش جهات جل جهات بل جل آيات الجهاد بدأت بالجهاد بالمال قبل النفس جاهدوا بأموالهم الجهاد لأن المال عصب الحياة وعصب الجهاد فأمر بالجهاد بالمال قبل النفس وهناك اقتران في الآيات بين المال والقتال والجهاد قال الله عز وجل والعجيب أنه بس فيها الصورة كتب عليكم القتال وهو كر لماذا لأن كما قلنا الصورة فيها التشريعات والتفريعات وفينا الناس من يشغب سيقول السفهاء من الناس وإن الصفاء والمروى وكثير من الأشياء الأحكام اللي فقال الله عز وجل وصدق كتب عليكم القتال كتب بمعنى فرض فرض بمعنى كتب زي بعض نحن نقربها لكم نقول فرض كتب بمعنى هو نقول نقربها نقول بمعنى فرض لكن كتب تراها أبلغ لأن كتب بمعنى فرض ودو يعني أشد من الكتاب نقرب المعنى نقرب المعنى ولذلك التفسير تراها ما هو بالكلمة ما هو بالمعنى المطابق ما للمقارب ولا المطابق كلام الله عز وجل وقيله سبحانه لا يمكن نأتي في تعبير مطابق لكن نقرب المعنى فقط حتى ولا نقرب اللفظ نعم إذن قال الله عز وجل دلاله على شدة الكتابة وأنه أشد من الفرض كتب عليكم ولاحظوا عليكم ما كان كتب القتال وعليكم قدم الجار كأنه لم يكتب الله علينا معنى كتب على غيرنا لكن زيادة في الحث على الأمر كتب عليكم القتال طيب كتب وهو ماذا وهو كره 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 نعم كره والذين الآن يشغبون في أمر القتال والجهاد يشغلون يا أخي القتال والجهاد يعني ما يمكن أن يقوم ويمكن يقع ويمكن يقع من المفاسد ويمكن نخسر ويمكن يصير ويمكن يصير ويمكن ويمكن أنت ما جبت جديد الله عز وجل قاله قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأنا أقول لي بعض إخواننا ما ينبغي لما أيضا نتحدث عن الجهاد أو القتال نسحل والقتال سهل لا القتال صعب وشديد وهكذا جاء الأمر في الصراحة كتب وهو كره والمراد بالكره الكره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بماذا بالمكاره بالمكاره جنة أرضها السماوات تأتي بلا شيء لا لابد تكره هذه النفس كتب عليكم القتال فليس المراد كراهية ما أمر الله به إنما الخوف وما يصيب الإنسان من كراهية في هذا الأمر من ثقل لكن ليس المراد يعني الكره الجبلي الفطري يعني السلامة لا يعدلها شيء وهذا فيه فيه تلاف لمال لنفس فقال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره طيب يا ربي ما دام كره لماذا كتبته وعسى من الله واجب قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن وعسى وهذا عسى من الله وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم وعسى أن تحب شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أقف مع هذه الآية وقفا وخاصة في بقام الكره وقال وقف مع من القيم وقفه وتكلم عن هذه الآية في مسألة ماذا يستفيد العبد المؤمن من هذا من هذا التوجيه من الآية وعسى أن تكره وعسى أن تحب والقائل هو الله الذي يعلم ونحن لا نعلم آمنوا بهذه الآية أخوان وصدقوا بها وتعملوا فيها تريحكم من أشياء كثيرة يقول ابن القيم إذا علم العبد فيه فوائد الآية قال ومن فوائدها إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب وعسى أن تكره شيء وهو خير تكره خير إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب ماذا يحدث إن شرح صدره للمكروه مكروه لكن أنت تعرف هذا المكروه الآن وأن تأخذ الدواء مر لكن تعرف إن فيه عافية تسأل عنه الدواء وين الدواء ليش ما عطيته لما كلمته وتأخذه وأنت فرحان لأنك تعرف أن العاقبة حميدة فإذا أنت لا وهذا في علم الطب لكن هذا ما رأيك في علم الله والله الذي يخبرك به ومن أصدق منه سبحانه فإذا كرهت أي شيء أي شيء وقع لك خسارة في دنيا خسارة في تجارة في دراسة في حياة اجتماعية أنت بذلت الجهود لكن وقع المقدور وقع المقدور قبل لا لكن وقع المقدور فإذا وقع المقدور وكان هذا المقدور مكروها فقال الله وعسى أن تكرهوا شيء بل يقول للشيخ السعدي رحمه الله لاحظوا تأملوا إخوان وإذا علم العبد أن الذي يقضي بالقضاء من الذي يقضي؟ عليم حكيم رحيم بل استأمل في الصفات الثلاث في المقدور وفي القدر الواقع عليك سواء كان مكروها أو محبوبا لكن نحن في المكروه إذا علم العبد أن الذي قدر بهذا المكروه متصف بهذه الصفات عليم حكيم بل أحكم الحاكمين رحيم بل أرحم الراحمين ليس زعلان؟ من الذي قدر عليك؟ رحيم بل أرحم بك من نفسك حكيم؟ أحكم الحاكمين عليم؟ يحرف ما الذي يصلحك إذن سر براحة أنا أقول لبعض إخوان لو طبقنا معنا هذه الآية وسيأتي بعض الفوائد الذكرة من القيم أظن لو اللسان علم هذه الآية وتأمل فيها ونظر وعاد النظر وكرر ونظر واجعلها نبراس لحياته يمكن بإذن الله يتخلص من كثير من الأمراض ولا تجي إلى أمراض ضغط ولا سكر ولا أهم خلاص هو يسير في قدر الله عز وجل لكن إذا وقع ولذلك يقول ابن القيم إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب إذا علم أن المكروه يأتي بالمحبوب عسى أن تكرهه وخير خير محبوب إن شرح صدره للمكروه طيب والثانية وعسى أن تحبه شيء وإذا علم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه ما طمعن وما اتكل على هذا المحبوب ترى أخطر شيء إنك تؤمل فيه تجارة فيه ولد فيه زوجة فيه كذا وتضع كل آمالك عليه وفرحتك عليه وتحبه غاية الحب وتفاجأ بفقده أو بفقد أجزاء منه لكن إذا كان حبك مقتصد ها تخاف ارتحت ولذلك إذا علم العبد أن المحبوب قد يأتي لم يطمئن يقول ابن القيم لم يطمئن يعيش بدون مبالغة الله عزوزي نهى عن الفرح الشديد وعن الحزن الشديد وجاء عن علي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه علي يقول أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما فلا تبالغ في فرح ولا في ها ترح طيب إذن الثاني قلنا إن شرح للمكروح لا يطمئن الثالث قال إذا علم العبد إذن يعني لا يعني كان لقائل أن يقول إذن وين عقولنا في الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون نقول في هذا المقام أخلص في الدعاء أن الله يختار لك الخير دائما دائما يا أخوان اجعل اللهم خر لي في جميع المون اللهم إني أسألك من الخير كله خر لي اللهم اختر لي تبرع من حولك ومن قوتك واتجه لحول الله وقوته الله واختيار الله خيرية الله عز وجل لا تحسبوه شر بل هو خير شر ظاهرة أمنا يقال لا تحسبوه شر حتى الحادثة التي وقعت لا تحسبوه شر يظهر لنا الخيرية بعض الأحيان في العاجر قبل الآجل بل يظهر لنا في عاجل العاجل إذن الثالثة قال رحمه الله أن يسأل الله عز وجل الخيرية قال أيضا من الفوائد إذا علم العبد مدام ما يعرف الخير يعني في النتائج أنا أقصد عسى أن تكره وعسى أن تحبه والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال يفوض الأمر إلى الله دائما يفوض يوكل الله عز وجل ولله المثل الأعلى لو أن واحد عنده مشكلة وخصومة وعنده ضعف في التدبير وش يصير لا صال عنده خصومة يروح يدوي محامي ويدور أحسن محامي ولو جاء أحسن محامي في البلد قال أنا توكل عنك خلاص يقول تلقاه يروح لبيت وينام مرتاة خلاص الذي تولى هذا الإشكال عني هو هذا ولله المثل الأعلى فقف بالله عز وجل فوض أمورك إلى الله عز وجل طبعاً مع اتخاذ الأسباب لكن أنت في النتائج ما تجعلك النتائج تقعد اللي ظاهرها الفشل ثم يقول إذا علم العبد أيضاً أنه فوض يقول ينتج عنه قوة يصير عند العبد قوة في نفسه يصبح قوي يتحرك بقوة ثم قال من الفوائد يرتاح من كثير من الوساوس والاقتراحات أكثر ما يشغل الثهاننا الآن الاختيارات وقعت كيف تفتخلص أفعل كذا أفعل كذا أو لا سواء كذا أو لا فيفعل الإنسان لكن لا يبالغ في القلق والنظر فتجد يقعه يصلي يكبر صلاة وكل تفكير في هذه الأبور فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد أنك تعطى قوة ولذلك أيضاً تبعد عن كثير من الوساوس على كل إن أنصح حتى لا أطيل عليكم بالرجوع إلى هذه الآية في كلام من القيم المجموع سواء في تفسيره القيم أو بداء التفسير ففيه كلام جيد ولو حتى يحفظ ويتأمل فيه ويقرن بما ذكره السعد رحمه الله في قوله إن العبد ذا علم وخاصة جاء في الحديث صحيح مسلم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقضي الله المؤمن من قضاء إلا كان خيراً له ما يقضي المؤمن الله من قضاء القضاء بعد أن يقع خير حتى لو ساءك حتى ابن القيم قال يا إمامه في كل شيء قال في كل شيء قال حتى في المعصي قال حتى في المعصي إذا صحباً توبة ربما بعض المعاصي تقلبك العابد راضح فإذا خسر مع خيرية الله عز وجل واجعل الله عز وجل يختار لكم ولا تبالغ وتقلق عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه صفة العلم أضف إليها صفة حكمة والرحمة أبد إذا جاءك أي عارض وقدر عش في تأملك في هذه الصفات الثلاث تريحك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن شرع القتال وقيل أن هذه من أوائل الآيات التي جاءت في الأمر بالقتال وإن كان جاء قبلها أذن للذين يقاتلون لكن هذه جاءت من أوائل الآيات كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيء ومن رحمة الله أن يعلن أيضا هذا الحكم ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بدأوا يسألون أيضا ما دام كتب القتال نسأل وقيل أن السائل وهو الصحيح أن السائل الذين سألوا عن القتال هم الكفار لأنها لها سبب نزول أن سرية من سرايا المسلمين في آخر جماد الآخرة حسبوا أنها آخر يوم من جماد الآخرة وكان أول يوم من رجب لقوا سرية من الكفار وكان فيهم ابن الحضرمي فقتلوها فالكفار هاجوا وماجوا انظروا الغيرة من عند الكفار مشاغبتهم قالوا كيف تقاتلون في الأشهر الحرم وطبعا الأشهر الحرم ما هي أربعة ها ثلاثة سرد واحد فرد السرد ذي القعدة وذي الحجة ومحرم والفرد اللي بعدها رجب وكان يسمى الشهر الأصم لأن الله يصبح للسلاح فيه قاقعة طيب ما السر فيها الثلاثة والواحد الثلاثة هذه ثلاثة أشهر للحج حتى يأتوا من أقاص الجزيرة يأمنون الذهاب والأيام ورجب لأجل من حول البيت من العمرة العمرة يكفيهم أيام قليلة فكانوا يعظمون الأشهر الحرم وهذا يحل لكم إشكال في الآية لأن الله قال يسألونك عن الشهر الحرام ما قال الأشهر الحرم ليش لأن سبب نزولها يوضحها لأن المشكلة وقعت في شهر واحد اللي هو شهر رجب وقد ظنه المسلم من جمادة وكان من رجب فالكفار من حرصهم على الدماء وخوفهم من الظلم وحرصهم على الإنسانية وحبهم للعدل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال الله عز وجل قتالهم فيه كبير قتال فيه كبير لكن فيها أكبر منه فيها أكبر منه نعم هذا كبير وهذا خطأ منظروا المنهج الرباني يسألونك عن الشهر الحرام وقلت لماذا قيل ما قيل الأشهر قيل أشهر يسألونك عن الشهر الحرام الشهر الحرام وعرفنا سبب نزوله وقال السبب نزول يعني في فهم الآية ما قال الأشهر لأن القطأ اللي وقع في بلحضرمي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله طيبين وكفر بالله والمسجد الحرام صد عنه وإخراج أهله وكل هذا والفتنة شد من هذا وين هذه؟ أين فعلكم هذا؟ جئوا بهذا وبذاك وانظروا والفتنة أكبر من القتل ثم قال سبحانه وتعالى في بيان درس ينبغي لأهل الإيمان أن لا ينسوه وصدق الله وكذب كل من قال بخلاف ذلك صدق الله وكذب من قال بخلاف ذلك ولا يزالون يقاتلونكم يعني سياسة الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم طيب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني لو سالمناهم شوي نعطيهم فلوس نهادنهم أرض مال سياسات تنازل بعض الشيء حتى يردوكم أوه من أسألها الغاية الصعبة حتى يردوكم عن دينكم حتى يردوكم إذن يقول الله عز وجل لا تحسبوا أن هذا كراهية للقتال منهم أو ورع على من محارم هذا شغب الكفار فقط يشغبون في القديم والحديث كل يوم لازالوا يشغبون وكأنهم حماة للإنسانية وعندهم مكيال مكيالين إذا جاء عندهم قالوا لماذا قاتلوا؟ لماذا تقتلوا واحد في الشهر الحرام؟ ولو قتلتوا خطأ فيجون يسألون لماذا محمد يقتل؟ يسألونك عن الشهر الحرام؟ لكن الله عز وجل منهجها أيضا مهمة المنهج لا هذا صحيح لا غلط إذا غلطنا نقول غلطنا نقول أيضا تراكم أنتم غلطتم وكذا وكذا مهمة نهجر بعض أيضا نكون عندنا جهل ألا لا جهل لأننا أحد علينا فنجهل فقل جهل الجاهلين ألا نحن نقول كبير وكصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام كل هذه من الكبائر من الأمور التي أي أكبر من من تلك الواقعة وبالمناسبة ما الحكم ما الحكم قتال في الأشر الحرم؟ الحكم في القتال القتال في الأشر الحرم الصحيح أنه منسوخ وعليه العيمة الأربعة وبل قيل أنه لم يخالف إلا عطاء ابن أبي رباه من منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وحاصر ثقيف في ذي القعدة ووقع من الصحابة وهل الثغور نعم لأن الحمد لله الأشر الحرم الآن أصبحت بديار الإسلام يعني الأشر الحرم كان هذا الحرم ليه أمن الناس أمنوا الناس نعم فالحمد لله طيب يسألونك عن الشاري الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجر الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة الأكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم ليس القضية أنهم خالف لا سيستمرون في قتالكم فكأن الآية يقول استمروا في قتالهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن تفيد ماذا إن لكن ما فاد منها إن التقليل أو التكثير لا التقليل إن استطاعوا يعني كأنها صعب وهذا يدل على تذكير الصحابة قوة إيمانهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن وهذا يدل بس أن أقصد تقليل وهذا ثناء على الصحابة إن استطاعوا وكأنه استبعاد أن يقع منكم ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد لاحظوا ما قال ومن يرتد ومن يرتد دلالة الزيادة في المبنى ها زيادة في المعنى كأن الارتداد هنا حصل باختياره لأنه ما قال من يرتد لأن من يرتد احتمال أنه غيره أجبرة فيحصل عنده لكن يرتد دلالة على أن الردة وقعت منه ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب يعني يحبط عمله في الدنيا واحد ارتد الآن يحبط عمله تأملوا في ظاهر الآية وقع خلاف قوي بن أهل العلم وأهل العلم على رأيين في هذه من نحن إذا سرنا على ظاهر الآية نقول متى إذا مات على الكفر طيب لو ما مات واحد ارتد الآن ها هل عمل هذاك يحبط حج ثم ارتد يرجع يحج مرة ثانية المالكية والحنفية يقولون بذلك شديدين في هذا الباب مع أن يقولون الحنابلة لكن الحنابلة الحنابلة والنحناف لا قالوا الشرط فيموت هو كاثر هؤلاء المالكية والحنفية استدلوا بقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك أن مجرد الشرك يحبط العمل فيعود عليه تعود عليه الشرائع مرة أخرى يعود من جديد لكن ظاهر الآية يدل على أنه لو عاد تبقى له ها يبقى له ما أسلف من أعمال نخذها بس من ظاهر الآية لن ندخل التفريعات لن ماذا لو وردنا ندخل التفريعات ذهبنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقاهم بالدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك اشتركوا في القناة